اهلا بحضراتكم في هذه التغطية العجلة اصدر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا للتأكيد على العودة لاستكمال مسابقة الدور الممتاز بشكل طبيعي بعد الاعتذار عن خوض مواجهة الاهلي في الجولة السبعة والعشرين من عمر المسابقة وجاء نص بيان الزمالك كالتالي ان نادي الزمالك قد اثبت يقينا بافعاله وممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه وثوابته وفي هذا الاطار فقد تعامل النادي مع ازمة الجدول المعدل لمباريات الدور العام بشكل بكل شفافية واعلننا عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية وتحقيق العدالة لكل الاندية وايضا ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والوصول الى اصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي اصابها كثير من اليأس والهوى واهن عفوا من ضياع العدال وتغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام ايضا تبع البيان وقد التزم مجلس الادارة في ذلك الطرق الشرعية مؤكدا حرصي على النجاح وانتظام المسابقات مع تأكيد احترامه لكل الاطراف على نحو يليق بمكانته ويتفق مع مبادئه الى ان ادرك العقلاء حقيقة وعدالة موقف النادي وانضم الينا عدد غير قليل من اعضاء المنظومة الرياضية اعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبة البعض ارجاء الاعلان عن ذلك لاسباب نتفهمها ومن ثم توالت اجتماعات ولقاءات الجهات المعنية وبدأت الاستجابة للمطالب المشروعة وتحرقت عجلة التغيير وتم اتخاذ خطوات ايجابية تم اعلانها مع تحديد جدول زمني محدد لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث وتطوير منظومة رياضية تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية وفي ضوء ذلك وبعد دراسة وتقييم شامل للموقف فقد قرر المجلس بالنظر الى الخطوات الايجابية التي تحققت اثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري العام ايضا تابع البيان الى جماهير ندينة الوعية نقول ان مجلس الادارة يتخذ مواقفه بحسابات دقيقة تراعي كل الاعتبارات التي تتعلق بمصالح النادي المشروعة ولا يصطنع معارك ولا يخود معركة الى في حدود ما تقتضيه حتما تلك ونؤكد مجددا ان المجلس يتفهم مطالبكم ويقدر مشاعركم ويحترم كافة وجهات النظر ويبدل كل طاقته لاسعادكم والمحافظة على حقوق النادي وتابع البيان وليعلم الجميع ان الموقف الحاسم لنادي الزمالك وما تحقق من نتائج قد ازعج بعض المنتفعين ذوي النفوس الضعيفة واصحاب المصالح الشخصية وهوات الفتن فانطلقوا عبر ابواق وسائل اعلامية ونشرات صحفية واوعزوا الى سفاهائهم منهم من كان له من اسمه في خلقه نصيب يتحدثون بلغة تنيق بهم يترفع نادي الزمالك ان يترد الى حيث يحط هؤلاء رحاله الى هؤلاء نقول لا جدوى مما تفعلون لا نشاطركم ما ترديتم اليه فقد مضى عهد زينتكم فيه الباطل وازهقتم الحق ولن تعود عقارب الساعة للوراء ايضا تابع البيان الى كل من يدرك قيمة الكلمة ويفهم معنى الروح الرياضية والمنافسة الشريفة ندعوكم الى مشاركة نادي الزمالك جهوده المخلصة نحو التغيير للافضل يعني دي كانت تفاصيل بيان نادي الزمالك وعودته الى الدوري الممتاز مرة اخرى ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك